السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا ليوم الثلاثاء 19 آدار مارس القمر اليوم موجود في برج السرطان لغاية ساعات المساء لغاية الساعة سبعة واثنين وثلاثين دقيقة مساء من مساء اليوم الثلاثاء لا ينتقل بعدها القمر لبرج الأسد ورح يظل القمر في برج الأسد حتى الساعة سبعة واثنين دقيقة بتوقيت جرينيتش من صباح يوم الجمعة القمر الآن موجود في منزلة الطرف وهي منزلة للمضرة والمشاكل ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 11 وخمس دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش بعدها بدو ينتقل القمر لمنزلة الجبهة وهي منزلة للصلح واتفاق الشركاء والضغط على العدو طبعا القمر بما انه لغاية ساعات المساء موجود في برج السرطان معناته برضو منشعر بقوة المشاعر والعواطف وحساسيتنا الزائد من اي شيء حتى لو كان بسيط ومنحاول خلق جو من الامان إلنا ولا أحبانا ولا أطفالنا كما ان من ميل للقيام بأشياء بتجعلنا سعداء من ناحية أخرى لدينا بعض الذكريات اللي ممكن تجعل البعض منا يذرف الدموع أثناء تذكر الماضي احنا بحاجة للمزيد من الاهتمام بأكلنا وشربنا لأنه بالفترة هاي لازم نراقبهم لأنه شهيتنا مفتوحة لتناول الكثير من الطعام يجب أن نتجنب انتقاد الآخرين لأن حساسيتهم في ذروتها كما أنه يمكننا شراء أو استئجار أو بيع عقار أو إعطاء المزيد من الاهتمام لأطفالنا وقضاء وقت ممتع في المنزل أو مع العائلة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التسديس إيجابية بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية رح تكون الساعة 12 وعشرين دقيقة بعد منتصف هاي الليلة بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك كمانها بتمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلي غير متوقعة بتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفزة والسينما والميلة كل ما هو مدهش وغريب أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التسليس إيجابية بين القمر وبين نبتون هاي الزاوية رح تكون الساعة 22 وعشرين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث عليه فن واكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات اتصلة بذلك كالفن والديكور والتجميل وهذا وقت مناسب للراحة كما انها بتزيد حساسيتنا ورومانسيتنا وبتمنحنا كفاءات للأعمال اللي تتعلق بالفن أو الروحانيات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التسليس إيجابية بين القمر وبين الشمس هاي الزاوية رح تكون الساعة 6 و 51 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا نتلقى المساند والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار للقمر له الخلو السلبي بيبدأ الساعة 6 و 51 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام الساعة 7 و 32 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل قلو المسار الساعة 7 و 32 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش خلاص القمر بنتقل وبيستقر في برج الأسد فعشان هيك بصير الناس من حولنا في ساعات المساء أكثر كرما مما اعتدنا عليه ماديا وعاطفيا يبينصب التركيز على الفرح والترفيه والتجميل وممارسة الهوايات ومشاركة العاطفة مع حبيبنا يمكننا التواصل مع المسؤولين ومحاولة إجراء الاستفسارات والنصائح بشكل صحيح وبإمكاننا تعزيز العلاقة مع أحبائنا وأبنائنا ويمكننا أن نقترض الأموال ونستثمر ونشتري المجوهرات الثمينة ومنكون جريئين ومنرتدي الملابس العنيقة وممكن نهتم بمظهرنا الخارجي اللي بيلفت انتباه الآخرين لإلنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل السلبية بين القمر وبين بلوتو هذه الزاوية رح تكون الساعة عشرة وثمانية وأربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش تدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة وبرضو بتتوجه اهتماماتنا للأمور الخفية والغامضة وبتقوي من شهوانيتنا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم وما لازم إننا نجري لها عمليات جراحية كبرى عنا المعدة والكبد والصدر والغشاء المخاطي المبيض الرحم المهبل الثدي غشاء الجنب وغشاء الصفاق وبرضو الجهاز اللينفاوي وعظم الصدر هاد الأعضاء لغاية ساعات المساء أما من ساعات المساء وما بعد بصغرنا القلب الشريان الأورطي الدورة الدموية ضغط الدم معدل ضربات القلب العمود الفقري والظهر والجانبان باقي أعضاء الجسم ما في أي مشاكل لا إجراء العمليات الجراحية لا إلها ولكن مش بفترة خلو المسار مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة برضو لا يصلح لإزالة الشعر الزايد هذا اليوم يصلح لقص الشعر التجميل والصفغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح يستقر في برج الأسد في ساعات المساء خلو المسار القادم رح يكون الساعة ستة وثلاثة وثلاثين دقيقة صباح يوم الجمعة ورح يستمر حتى تمام ساعة سبعة وواحد واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش من صباح يوم الجمعة لا يستقر القمر بعدها في برج العذرة بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدب أو المحدب عمره تسع أيام في تمام ساعة عشر وواحد وثلاثين دقيقة صباحا بصير عشر أيام نسبة الإضاءة ستة وسبعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم عشرين ثلاثة سعيدة بنسبة خمسة في المية القمر في السرطان ورح ينتقل للأسد في ساعات المساء ورح يظل في الأسد ليوم اثنين وعشرين ثلاثة سعيد الآن بنسبة ثلاثين في المية ساعات الصباح سعيد بنسبة ستين في المية ساعات الظهر سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية عطارد في الحمل حتى يوم 1-4 بعدين بيبدأ بعملية التراجع سعيد بنسبة 15% الزهرة في الحوت حتى يوم 5-4 منتحس بنسبة 10% المريخ في الدلو حتى يوم 22-3 منتحس بنسبة 10% المشتري في الثور حتى يوم 25-5 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 2-7 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلو حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل بتنهمك اليوم في أمور الهاصلة بالبيت والعائلة أهم شنو ما تحاولوا فرض وجهة نظركم على أحد أفراد العائلة بوسعكم مدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم خصصوا فترة لا بأس فيها من وقتكم للاهتمام بمتطلبات العائلة الجو ضاغط والمسئوليات كبيرة ممكن تكون اليوم على موعد في ارتباط مهم ما بجوز الفشل وبرضو في بعض المصاريف المنزلية أما من ساعات المساء بتبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباءكم وبتعيش لحظات سعيدة وناجحة وانفراجات وتطمينات ورومنزيات برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات ولكن بتكونوا أكثر صبرا على الطرقات هذا اليوم يوم مناسب لاجتياز امتحان بتتمتعوا بطاقة فكرية وجسدية كبيرا دافع عن مبادئك ولكن بليوني ودبلوماسية وانتبه لكلامك واحفظ خط العودة ممكن اليوم تتمم لقاء أو اجتماع وفيه برضو عمل مفيد بالنسبة لإلك وممكن تتخذ من خلاله بعض القرارات المهملة لإلك أما من ساعات المساء بتعيد تنظيم أموركم البيتية والعائلية وممكن يطرع حطل منزلي أو حدث عائلي برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء من الآن وحتى ساعات المساء في فرصة لمكسب مالي تيجي من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يسترد أموال بتعود له أو يحصل عهدية أو نوع من أنواع الدام أهم شيء تخفيف النفقات وانتبهوا من النصابين والمحتالين بتميلوا للتفاوض والمساومة وبتنشطوا بالرحلات والاتصالات وبتتجرؤوا في النقاش وهي فترة مناسبة لبحث المواضيع المهمة ولا تقديم الامتحانات ولا المطالبة بحقك مارس بالتالي صلاحياتك أما من ساعات المساء بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات ولكن بتكونوا أكثر وعياً على الطرقات بالنسبة لموليد برج السرطان أنتم مشحونون بالنشاط والحيوية وقادرون على إنجاز الكثير من مشاغلكم من الآن وحتى ساعات المساء أهمش أنه ما تترددوا في فرض وجهة نظركم ممكن تحقق انتصار أو تظهر مزايا رائعة بتلفت أنظار الجميع هاي فترة إيجابية حاول أنك تستغلها برضو اليوم في نوع من أنواع الاهتمامات المالية أو الاهتمام بمسائل تتعلق بالقروض أو الديون أو قرار أو صفحة جديدة أما من ساعات المساء بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم ابتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وإحرصوا على ملكم من الضياع أو السرقة بالنسبة لموليد برج الأسد من الآن وحتى ساعات المساء القمر ما زال موجود في بيت المتاعب فبسيطر التعب عليكم لليوم الثاني على التوالي أنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل وإخلدوا للراحة بتكون مرهق قليل الحماسة أهمش أنك ما تنتظر جواب لأنه ظروف فارغة ابتهدأ الأجواء وبتخف وطيرتك حتى الركود لا تستعجل أمر عشان ما تخيب أمالك وحاذر من التراجع الصحي مع اقتراب ساعات المساء تمتلؤ نشاط وحيوية وبتنقلب بعض الخيارات والتوجهات لتناسب وضعك الحالي وبتتمتع بالقدرة على قلب المعطيات لصالحة برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا لأصدقاء من الآن وحتى ساعات المساء ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة أهم شيء أن تتجنبوا انتقاد أي شخص فهذا اليوم بيحمل لكم فرصة مناسبة لحجد التأييد والدعم من الآن وحتى ساعات المساء وبتظل هذه الفترة مناسبة لطلب استشارة أو تأييد أحدهم أنت بتمتلك القدرة على التواصل البناء ومن الضروري حجد الدعم حالياً حاول أنك تلعب دور بناء أما في ساعات المساء تدخل فترة غير مريحة بتلزمكم بالانتباه أكثر لصحتكم لا توقعوا على عقد ولا تحسموا أمر لأنها فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بتتركز جهودكم نحو عملكم وحلاقاتكم بالمسؤولين من الآن وحتى ساعات المساء وبوسعكم إثبات جدارتكم وتدفع بمصالحكم ويعتبر هذا اليوم ما زال مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل وبرضو بيحمل لك هذا اليوم مسألة شخصية بتسبب لك بعض القلق أو عبئ بيتعلق بالمنزل أو بأحد أفراد العائلة أهم شيء أنك ما تجازف باستقرارك المعنوي أو الشخصي وهدئ من روعك أما من ساعات المسائب تنشطوا بين الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفلة أو مناسبة سعيدة برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب تنشطوا من الآن وحتى ساعة المساء في مسائل تتعلق بسفر بعيد أو اتصالات خارجية مع جانب أو أشخاص خارج البلاد ولكن بتكونوا أكثر صبراً أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة ممكن تفرح لإنفراج مسألة ضاغطة هذه فترة جيدة ومنعشة للعلاقات والتحالفات ولكن بدك تحاذر المتاعب والوعكات الصحية أما من ساعات المساء بتحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الإجتماعية ويعتبر يوم مناسب أو فترة مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم شيء أن تتجنبوا الخلافات وتستعوا لتلطيف الأجواء برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بتنهمكوا في ضبط جونكم المالية المشتركة ورغم النفقات إلا أنه في فرصة لمكسب ما يعمالي بيجي مصدر شراكة أو تعويض من الآن وحتى ساعات المساء أهم شيء أن تسارع لتصحيح الأخطاء واستعادة ثقة الآخرين وما تسمح للخلافات بالتأزم لا سيما مع الأحبة ناقش وفاوض وما تتهرب من مواجهة الأمر الواقع عبر عن رأيك بهدوء وما تستفز أحد أما من ساعات المساء تنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة أم مش أنه تكونوا أكثر وعياً على الطرقات خاصة تنقية السيارة بين المدن برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة المالية والعاطفية ما بين الأزواج من الآن وحتى ساعة المساء وحاولوا أنك وتبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركاء العمل والعاطفة برضو بالظل هاي فترة متوترة وممكن تتورط في أزم ما وممكن تضطر للإبطاء بمسار بعض الأمور أو الخطوات أو تغير نمط معين لا توجه أي انتقاد لأي أحد أما من ساعات المساء بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة أنجزوا الواجبات بذقة حتى ولو كثرت حاولوا تنفيذها دون تردد وما تلتهوا بالأمور الثانوية برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو بيتراكم العمل لديكم حاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم من الآن وحتى ساعات المساء وحاولوا إنكم ما تدخلوا في مواجهة مع زميل بتكثر اللقاءات والاجتماعات وممكن تحضر لورشة عمل أو تهتم بوضع صحي بتكثر المسئوليات والالتزامات على أنواعها كن حريص على عملك وباكر إليه أما من ساعات المساء بترغبوا في تعزيز شراكاتكم كونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم وحاذروا من الخلافات وما الضخم الأمور برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم حاولوا تفاهم وجهة نظرهم وما تبالغوا في طلباتكم منهم من الآن وحتى ساعات المساء ممكن تحتفل بإنجاز أو انتصار وتنمو بعض العلاقات وتزدهر بهذا الوقت فترة مثمرة وكثيرة الإنشغلات والتحركات لكنها فترة فيها حضوظ ونجاح وتقدم أما من ساعات المساء بتنتبهوا لصحتكم أكثر بيتركم فيها العمل أكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير منها هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء